اشتركوا في القناة خاطئ من البداية لماذا؟ لأن كل منهما يعمل بطريقة خاصة إذن لا نستطيع المقارنة بينهما لأن الشيئين مختلفين لا يمكن مقارنة شيئين مختلفين أبدا فبالتالي إذا كان الجواب أو إذا كان السؤال على ماذا نركز فسوف أقول لك عليهم الاثنان لماذا؟ لأن نيتشات الإفرقينين من بين خصائصها القوية أن تبع على طيلة السنة بدون التزام بموعد محدد عكس نيتشات الإفنس نيتشات الإفنس لها تاريخ زمن محدد ينتهي الزمن تنتهي المبيعات معه تكون مربوطة بزمن طبعا أنا لا أقارن أنا لا أقول لك أن الإفرقين أفضل من الإفنس لا كما قلت لكم فالمقارنة لا تجلس مقارنة خاطئة فالصح أو الأصح أنك تعمل عليهم الاثنان معا يعني الإفرقين وتعمل على الإفنس كذلك ربما الآن هناك من يتساءل ما معناه هذا الإفرقين طبعا بكل بساطة إذا قمنا بترجمة الكلمة إلى اللغة العربية سوف تصبح دائم الخذرة ومعناه مجازا أن النيتش يباع دائما يعني دائما أخضر دائما يباع كيف ذلك بكل بساطة لأنه ليس مربوط بتاريخ محدد ليس مربوط بزمن محدد سوف تقول لي أعطيني مثال طبعا قبل الدخول إلى الأمثلة سوف نتكلم عن الأدوات طبعا هنا عندي أداة PODCIS تقدم طبعا هذه الخاصية وبالمناسبة هذه الخاصية موجودة في جميع الأدوات المدفوعة أي خاصية تحديد التاريخ النشر يعني data of publishing وأيضا تاريخ أو عفوا وأيضا تحرك البسر الرنك إذن جميع البرامج المدفوعة تقدم هذه الخدمة البرامج المجانية لأسف لا تقدم هذه الخدمة طبعا أنا أقدم خدمة وهي توفير هذه البرامج أو هذه البرامج مثل PODCIS وأيضا يعني أداة PODCIS أوفرها بثمن أقل من ثمن الأصل بكثير طبعا له من هو مهتم فقط يتواصل معي على الانستغرام الرابط موجود في الصندوق الوصف إذن بدون إطارة أكثر دعونا ندخل في التفاصيل أو دعونا ندخل في تطبيق الاستراتيجية لاستخراج نيتشات إذن كما قلت سواء استعملنا PODCIS أو استعملنا PODCIS أو غيره من المنصات فكلهم جميعا يعني يعملون بنفس المبدأ إذن دعونا ننتقل مباشرة إلى أداة PODCIS إذن انظر معي أول خطوة سوف أقوم بها ركز معي جيدا هي تغيير التاريخ سوف نقوم بالضغط هنا ثم طبعا نتركها published after ثم نقوم باختيار أو نقوم بالعودة إلى الوراء عفوا شهرين إلى الوراء أو شهر على حسب أنا هنا سوف أعمل على شهرين طبعا أقل من شهرين ولكن أنت إذا أردت العمل على شهر فلا يوجد أي إشكل في ذلك لأن نفس البرانسيب ونفس المبدأ سواء شهر أو شهرين يبقى نفس البرانسيب إذن هكذا إذن انظر الآن قلت له أعطيني فقط that published يعني تاريخ النشر after ما بعد 30 من ديسمبر 2023 تمام بقية الأمور أتركها by default كما هي مثلا هيد برانس طبعا أتركها yes هيد ديليتد نتركها كذلك yes الآن التغيير أو التعديل الذي سوف أقوم به طبعا هنا product type عندي هنا في بولد لي خيارية إما إظهار جميع أو احتساب جميع المنتجات طبعا هنا في print on demand في ميرش أو فقط t-shirt أنا هنا سوف أتركها all clothing لأنه أعرف أن هناك بعض النتشات تابيع فقط في بعض المنتجات غير t-shirt إذن لكي أجمع الكل سوف أقوم بتركها all clothing جميع الملابس إذن سوف نأتي إلى هنا في best seller range نقوم بجعلها 200 ألف إذن هكذا بهذا الشكل تقريبا نجعلها هكذا بهذا الشكل طبعا ال price نتركه هكذا كما هو طبعا هنا في average best seller last 30 days طبعا نتركها by default كما ريتنج طبعا نتركها كما يعني يمكن التأديل عليها ولكن كما مبدئيا يفضل تركها كما هي هذا كل ما في الأمر الآن ركز معي جيدا ما معنى الأمثلة التي يمكن إعطائكم إياها إذن الأمثلة الأولى وهي الانيمالز باعتبار أن الانيمالز سحقق صراحة يعني اهتمام كبير فبالتالي مبيعات كبيرة إذن يكفي الذهاب إلى جوجل وكتابة list of top animals bit طبعا يعني حيوانات الأليفة طبعا في ال US من المفترض أن أكتب هنا an US يعني في الولايات الأمريكية المتحدة هكذا انظر أعطاني قائمة فيها خطط فيها flash أو fish عفوا سمك ثم horse dogs الى آخره هذه الحيوانات الأكثر شيوعا أو الأكثر التي يفضلوا الأمريكيين فبالتالي أوتوماتيكيا لديها اهتمام فبالتالي يهمني الأمر أنا كبائي على ميرش طبعا ليس فقط الانيمالز هنا أعطيكم مثال آخر مثلا قلت له list of top jobs and US أعطاني هنا أفضل المهن فبالتالي أوتوماتيكيا هناك أطفال سوف يحبون أن يكونوا مثلا don't test هناك أطفال يعني أو حتى بالغين أو حتى آباء يشجعون أطفالهم على مثلا على المهنة أو كذا يعني هناك اهتمام هذه كلها تسمى every green دائمة الخضرة فمثلا لو تكلمنا مثلا الحيوانات مثلا dogs dogs يعني الاهتمام بالكلاب لن يكون فقط في شهر محدد سوف يكون على طيلة السنة طيلة السنة ليس هناك تاريخ محدد birds اهتمام بالطيور نفس الشيء الاهتمام بوظيفة معينة نفس الشيء ليس هذا فقط بل مثلا هنا قلت له list of top sports and US أفضل الرياضات في الولايات الأمريكية المتحدة هنا أعطاني أيضا قائمة نفس الشيء evergreen هنا كذلك قلت له list of top foods هنا أنظر أعطاني هنا قائمة نفس الشيء كذلك تمام الآن كيف سوف نستعمل أو سوف نستغيل هذا الأمر في صريح هنا لحصول على نكشات evergreen وبالمناسبة هذه الطريقة الدقيقة للغاية يعني الأشياء التي سوف نحصل عليها هي تباع هي تباع لكي نكون واضحين يعني الأشياء التي سنحصل عليها هي تباع أو بيعت يعني احتمالية البيع كثيرة جدا أو كبيرة جدا إذا دعونا مثلا نقوم باختيار مثلا بيد على سبيل المثال فقط كوبي ثم نعود إلى أداة podly سوف نضعها هنا ركز سوف نضعها هنا وكما قلت لكم نفس الشرح يمكن تطبيقه كذلك على podcs نفس الشيء انظر هنا بسير الرانك كذلك يمكن جعله مئتان ألف مثلا لو أردنا ذلك بهذا الشكل هنا عندي مكان كتابة الكي وورد مثلا كما قلنا بيرت مثلا التاريخ كذلك أين هو التاريخ؟ بليس سيلك ذي ديت رانج طبعا نقول له مثلا لعست 30 ديز أو لعست 3 مونت على حسب ماذا نريد؟ نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء أو تي شيرت هنا عندي حتى فون كاسس إذا مثلا دعونا نقوم باختياري هكذا دعونا نرى النتائج وكيفية استغلالها إذا نضغط على سيرج إذا يمكن الإطلاع على النتائج ومقارنة ما الأشياء التي تباع وكيف تباع وأين تباع وكذا كل جماعة التفاصيل يمكن استخراجها وأعمل عليها أنا طبعا يمكن تجربة شيء ما آخر مثلا دعونا نقوم باختيار ضغ مثلا كوبي ثم سيرج إذا انظر معي طبعا هذا النتش بالمناسبة كنت وقد تكلمت عنه سابقا وأعتقد أنكم استغللتهم بشكل جيد هنا كمان كان قد علق أنا ذاك وقال أنه يعني في كوبي رايت انتبهوا جيدا أنا لم أقول لكم يشتغلوا على مئة وواحد بل قلت لكم يشتغلوا على مئة مئة يوم أوف سكول وليست مئة وواحد دايز أوف سكول طبعا كان الأمر حاسم هؤلاء غمروا بحساباتهم هذا كل ما في الأمر إذا هذه الأشياء التي بيعت طبعا مثلا طبعا يمكن ملاحظة أمر واضح انظر معي هنا مثلا باللون الأحمر هذا البستيرر باللون الأحمر قد انخفض إلى ناقص 30% لماذا؟ لأن هذا النتش قد انتهى من اشتغل عليه قد يشتغل هذا كذلك دائما باللون الأحمر هذا مثلا هذا الديزاين مثلا المثير للإتمام هكذا أدخل إليه ثم أرى بكي أرى ما الأشياء التي تباع وكيف تباع جميع التفاصيل وأقوم أيضا بتسجيلها والعمل عليها مثلا دعونا أخذ أمريكا فوتبول باعتبار الأشهر أعتقد في الولايات الأمريكية المتحدة ونرى هل سوف نرى نتائج ما حول هذه الرياضة أم لا؟ وطبعا هذا يعتبر استثمار ناجح ومربح إذن انظر يبدو أنه هناك حركات وأيضا النيتش ممتع لأن آخره هنا يمكن استخراج أفكار ونيتشات أي جزء مثلا بوت تيم مثلا دعونا نبحث عن هذا إذن هذه النتائج التي حصلت عليها فقط 330 في الريزولت لأن تعتبر جيد جدا إذن هكذا أقوم بالبحث إذن إذا عندما ترى أن هناك يعني ديزاينات بنوعية مختلفة فهذا اندل على شيء إنما يدل على أن نونيتش يشتغل عليه الكثير فبالتالي هذا يعني أن فيه مبيعات ومثلا دعونا نأخذ هذه الهوت دوكس طبعا نوع من أنواع المأكلات الشعبية لنرى ماذا سوف نحصل أو على ماذا سوف نحصل ثم سير طبعا هذه استراتيجية تعتبره متقدمة نوعا ما هناك استراتيجية أقل يعني تقدمات وعطي نتائج أقل يعني منخفض قليلا وهي عن طريق ترك يعني نتركه كما هو يعني مليون ونصف ثم نقوم فقط هنا نقوم باختيار فقط واحد نقوم باختيار واحد في الراتينج ثم نبحث طبعا هذا ماذا سوف يعطيني في النهاية سوف يعطيني الأشياء التي بيعت ولو عفوا ليس البيع ولكن يعطيني الأشياء التي قيمت إذا كان هناك تقييم فبالتالي هناك بيع وطبعا نقوم باختيار أقل شيء هذه استراتيجية أيضا يمكننا استعماله وكذلك هنا في بوضلي يمكننا عوض ذلك يعني نترك كل شيء كما هو ونقوم بجعل في number of estimated sales نجعلها طبعا واحد بهذا الشكل نقوم بكتابة واحد وهذا يعني أنه سوف يعطيني نتائج التي نشرت أو الـ products أو الـ design التي نشرت في ما بعد طبعا أنا حددته له هنا قلت له ما بعد الثلاثون من شهر ديسمبر سوف يعطيني إياها طبعا أولا يعني لا يهم البستلر حتى لو كان فيها مليون لا يهم ولكن ما يهم هو أنه سوف يعطيني إياها يعني قد حققت مبيعة واحدة على الأقل ثم لها علاقة مع يعني الـ evergreen الذي أريد الذي هو طبعا أو يعني فود أو أيا كان ذلك يعني الـ الذي أعمل عليه أعتقد أنني قد شرحت مسألة بما يكفي طبعا ذي الطريقة هذه الأحسن استراتيجية يمكن لكم اعتماد عليها في الـ research تعطي نتائج جيدة وعن تجربة طبعا وعن تجربة الكثير من الأصدقاء يمكنهم أن يؤكدوا لكم ذلك في التعليقات لأنها ليست لأنها مجربة جاربها العمل أصلا فهذا كنا في الآن شكرا لكم على حسن المشاهدة والإصغاء وإلى حلقة قادمة إن شاء الله